قبل ما اطلع بقى التقرير واتكلم على تصريحات رامي ربيع ومحمد شريف عندي خبر مهم جدا الاتحاد الافريقي لسه يمكن نشره منذ لحظات قليلة من خلال موقعه الرسمي الفكرة في حد ذاتها تشكيل او اعادة تشكيل رؤساء اللجان الاساسية داخل اتحاد الافريقي اللجنة المالية اللجنة المنظمة لكأس الامم الافريقية بطولة الامم الافريقية للمحليين لجنة المسابقات والترخيص يمكن اسامي الرؤساء اللجان والنواب يمكن تم نشرها منذ ايام حوالي اسبوعين قبل الاعلان الرسمي لكن برضو يمكن عايز اقول لكم الاسامي في اهم اللجان اللي موجودة داخل الاتحاد الافريقي السيد فوز الاججع مستمر في مهم منصبه كرئيس للجنة المالية لكن هيكون لنائب للرئيس معاه السيد اندرو كامانجا رئيس الاتحاد الزنبي وعضو المكتب التنفيذ هيكون نائب لفوز الاججع في هذه اللجنة اللجنة المنظمة لكأس الامم طبعا بعد رحيل احمد احمد اصبح دلوقتي دكتور باتلس متسبي رئيس الكاف هو رئيس اللجنة المنظمة ومعاه اتنين نواب اوجستين سينجور رئيس الاتحاد السنغالي ونائب رئيس الكاف وعضو المكتب التنفيذي ورئيس الاتحاد السنغالي وايضا اماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري اللجنة المنظمة لمسابقات الاندية ونظام الترخيص ودي لجنة مهمة جدا لان دي بتزبط فكرة مسابقات الاندية الافريقية وجدول المباريات وترخيص والليسنز المتعلق بيه ترخيص الاندية المحترفة كل الناس اللي كانت مسؤول على هذه اللجنة سواء رئيس او اتنين اتنين نواب كلهم اتغيروا كان رئيس هذه اللجنة كونستايا عمري الكنغولي بعد رحيله من الاتحاد الافريقي حاليا احمد ولد يحيا الموريتاني هو رئيس هذه اللجنة ايضا كمان النواب كان فوز لاججع نائب لهذه اللجنة طبعا حاليا هو مش نائب لهذه اللجنة واصبح هناك مكلن من بتسوانا هو نائب هذه اللجنة وايضا كمان السيد جابريلا حميدو من نيجر نائب ايضا في هذه اللجنة لجنة رخيص الاندية بالمناسبة احد اعضاها بالتأكيد في اخر تشكيل كان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الان اخر حاجة واهم جزئية بعد تعيين لجنة الشؤون القانونية ولجنة الكاف الطبية برئاسة الدكتور وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي لا يزال الرئيس متسبي يتلقى اقتراحات اضافية بشأن كل من لجنة التحكيم ولجنة التطوير الفني والناس كلها تقعد تسأل من النهاردة لغاية ما يتم الاعلان ازاي ما فيش اعلان او تشكيل جديد لجنة الحكام طيب يا جماعة عشان الناس تبقى فهمة مجلس الخبراء او مجلس خبراء التحكيم المسمى الجديد للجنة التحكيم ده بيتم تعيينه بالتوافق مع الاتحاد الدولي لان احنا الاتحاد الدولي هو اللي بيدعم هذا المجلس ولجنة التحكيم خلال الفترة القادمة واخر معايير كان تم اعتمادها من قبل الفيفا والكاف نفزها في شهر فبراير من العام الماضي ان اللي يرقص هذه اللجنة او اللي يشتغل في هذه اللجنة لازم يكون محاضر في الفيفا ولازم يكون حكم دولي ولازم يتم اعتماده اولا بمعايير الاتحاد الدولي الفكرة مش في اللجنة او مش الفكرة في اسماء المجلس الفكرة مين مدير اللجنة او مين الشخص المسؤول عن التعينات اتمنى الفترة الجاية زي ما الفيفا بيعين المجلس او لجنة التحكيم بمعايير مدير اللجنة والمسؤول عن التعينات اللي هو حاليا بيشغله ايدي مايه يكون شخص بنفس المعايير اللي هيتم تعيين بيها مجلس الخبراء لان المشكلة مش في الحكام ولا في مجلس الخبراء المشكلة من الشخص اللي بيختار الحكام والمسؤول عن تعيين الحكام في المباريات ودي نقطة انا اهتميت من اثيرها خلال الفترة الاخيرة لان الناس دايما بتتكلم على مشكلة الحكم حسب ضرب الجزاء ازاي ظلم فريق الاهلي ازاي الوداد الظلم هي الفكرة مش في كده الفكرة مين اللي بيعين الحكام في هذه المرحلة وانا تمنى يكون فيه تعديل في الفترة اللي جاي